ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا الآن مباشرة من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشا أهلا بك محمد ما الذي يمكن أن نعرفه أكثر عن هذه الدعوة الموجهة من الرئيس محمود عباس إلى الفصائل الفلسطينية إذن هي دعوة جديدة رامي للفصائل الفلسطينية على مسوى الأمناء العامين هذه المرة للاتفاق وصياغة اتفاقية جديدة واستراتيجية جديدة على قاعدة الوحدة الوطنية حتى يكون الشعب الفلسطيني قادرا أو الفصائل الفلسطينية قادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحديات وتجابه التحديات التي تواجهها لسيما الأوضاع الميدانية التي حدثت مؤخرا في جنين وفي طول كرم وفي نابلس هذا الأمر طبعا دعا الرئيس محمود عباس لإرسال دعوات للفصائل الفلسطينية التي أعلنت جميعها موافقتها على المشاركة في الاجتماع الذي سيكون برعاية مصر وباستضافة القاهرة في الثلاثين من الشهر الجاري الآن المطالبات تنصب رامي تجاه أن لا يكون هذا الاجتماع هو اجتماع لمجرد الاجتماع فقط وأقوال لمجرد الأقوال بل لتنفيذ خطوات عملية سبق هذا الاجتماع على مدار حوالي 16 عاما اجتماعات عديدة كانت كثيرها أو أغلبها في القاهرة ولكن عقدت أيضا اجتماعات أخرى في الدول والعواصم العربية وأيضا عواصم غربية ولكن أي من الاتفاقات السابقة لم يتم تنفيذه على أرض الواقع وبالتالي هنا تنصب المطالبات اليوم أجريت أكثر من اتصال مع عدد من الفصائل جميعها أكدت أنها ستحضر هذا الاجتماع ولكن مطالباتها ستنصب نحو تحقيق ما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع حتى يكون الجميع قادر على صياغة هناك تحديات كبيرة أمام الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والمستوى الميداني وأيضا على مستوى قطاع غزة خاصة الحصار الذي يضرب أطنابه منذ 16 عاما نعم ربما أيضا محمد فيطار المواقف الأخيرة للسلطة الفلسطينية وربما المواقف التي هي موجهة إلى الخارج هناك شكر من السلطة الفلسطينية وموقف إيجابي تجاه إدارة بايدن الحالية ما سبب ذلك؟ ترحيب كبير لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث فيها عن معارضته لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات في الضفة الغربية خاصة تشريعات الاستيطان الجديدة وتشريع البؤر الاستيطاني الجديدة بالإضافة إلى ذلك عبر مجددا عن إيمانه بأن حل الدولتين هو القاعدة الصحيحة والسليمة لإيجاد حل مصار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي هذا ما تطالب به الخارجية الفلسطينية والذي اعتبرت اليوم في بيان رسمي لها هذه التصريحات بمثابة الصفع لحكومة نتنياهو خاصة أنها تعتبر الأكثر تطرفا وإجراءاتها الأخيرة سواء على الجانب الميداني أو على الجانب السياسي جميع يؤكد تقويض حل الدولتين وبالتالي طالبت أيضا الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف أولا الجرائم الإسرائيلية توفير حماية للشعب الفلسطيني خاصة في القرى والبلدات أيضا إضافة إلى ذلك الدفع تجاه مصار العملية السياسية نحو حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الديمقراطية التي عبرت عن ذلك مرارا وتكرارا وكان آخرها تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وبالتالي يأتي ذلك أيضا مناقضا لما تحدث به نتنياهو الأسبوع الماضي عن اجتثاث كافة ما يمكن إقامة دولة فلسطينية نعم شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل والمعطيات إذن كان معنا مباشرة من غزة مرسل المشهد محمد بعلوشة ترجمة نانسي قنقر